الله إلا الله الحضر وكأن الدول الأوروبية تتنافس في فرض أكبر قدر ممكن من القيود ضد المسلمين هناك لا سيما النساء، اللواتي بات حجابهن عقبة تعيق تقدم تلك المجتمعات بحسب مزاعم اليمين المتطرف الذي بات يدير المشهد الأوروبي محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت مؤخراً حكماً يمنع النساء المسلمات من ارتداء الحجاب في أماكن العمل بدعوى أن الحجاب يمثل رمزاً دينياً يحظر إظهاره في تلك الأماكن وفقاً لقواعد المساواة وعدم التمييز الأوروبية حكم أوروبي أثار حفيظة كثير من المسلمين وبعض الدول الإسلامية فوصفته وزارة الخارجية التركية بأنه يمثل نموذجاً جديداً للجهود المبذولة لإضفاء هوية مؤسسية وقانونية على معادات الإسلام وأنه لا يتجاهل حرية الدين فحسب بل يوفر كذلك أساساً وغطاء قانونية للتمييز ضد المسلمين في أوروبا وبعيداً عن خصوصية وضع المسلمات هناك فإن واقع المجتمع الأوروبي يؤكد أنه يعاني من التناقض وازدواجية المعايير فبحسب إحصائية للمجلس الأوروبي يودي العنف الأسري بحياة أكثر من خمسين امرأة أسبوعياً في دول الاتحاد في حين تظهر دراسة لمنظمة أكسفام البريطانية أن على المرأة الأوروبية أن تعمل أكثر من الرجل بتسعة وخمسين يوماً في العام لتحصل على ذات الأجر الذي يحصل عليه فضلاً عن أنها غالباً ما تعمل بصيغ عمل غير مستقرة ما يكشف عن اختلال المعايير الأوروبية في هذا الشأن السياسيون الأوروبيون إذن يحاولون القفز على مشكلاتهم المجتمعية عبر صناعة أزمات جديدة لينشغل المجتمع بالمسلمين ومدى اندماجهم في تلك المجتمعات متناسين أن هؤلاء المسلمين لم يعودوا مهاجرين كما كان الأمر في السابق فالأجيال الجديدة منهم ولدت ونشأت في المجتمع الأوروبي وأصبحوا مواطنين فيه وباتت الحرية الدينية حقاً أصيلاً من حقوقهم كمواطنين أوروبيين ترجمة نانسي قنقر